في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الصين وبمقر اللجنة العسكرية المركزية كان للسيد الفريق أول سعيد شنغريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم لقاء مع سيد الفريق أول شوشوي شيانغ رئيس دائرة تطوير التجهيزات في اللجنة العسكرية المركزية خلال هذا اللقاء الموسع عبر السيد الفريق أول سعيد شنغريحة لمضيفه عن بالغ امتنانه بهذا التشريف الذي حضي به والوفد المرافق له كما أبلغه رسالة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى نظيره الرئيس شي جينبينغ وللشعب الصيني الصديق أود أن أعريب لكم في المستهل عن خالص تشكراتي وعميق امتناني على حسن الضيافة والكرم الذين حضينا بهما منذ وصولنا إلى جمهورية السين الشعبية الصديقة وبهذه المناسبة أحمل رسالة صداقة من طرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية القائد الأعلى للقوة المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى نظيره الرئيس شي جينبينغ وللشعب الصيني الصديق وقوته المسلحة كما أود التأكيد على تقديرنا العالي والمميز لنوعية العلاقات التي تربط بلدينا والتي ارتقت بفضل إرادة وحرص قائدي البلدين على الرفع من جودتها ما مكن من تعميق وتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية حيث كان للزيارة الأخيرة للسيد رئيس عبد المجيد تبون إلى بلدكم الصديق بدعوة من الرئيس شي جينبينغ الأثر الطيب في تعزيز العلاقات التاريخية الجزائرية الصينية حيث نجحت هذه الزيارة أيما نجاح وتكللت بإمضاء تسعة عشر اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات بما فيه مجالي الأمن والدفاع إن نوعية العلاقات التي تربط بلدينا وجيشينا تدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المضي قدما للعمل معا على تحديد إطار وعد وطموح لفائدة الطرفين بما يسمح بتوسيع ميادين التعاون العسكر التنائي للوصول به إلى المستوى رفيع يتوافق مع إمكانيتنا المشتركة ويستجيب لتطلعاتنا وخلال هذا اللقاء تباحث الطرفان سبل تعزيز التنسيق والتعاون العسكري والأمني بين البلدين ليتبادلا في الأخير أهدايا رمزية ويأخذا صورة تذكارية يا 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 شكرا